لو نقص مليار متر مكعب هيؤدي إلى بوار 300 ألف فدان بوار يبور يعني 300 ألف فدان يكلفونا 430 مليون دولار يخلينا نستورد من برة سلع غزائية عشان تعوض البوار اللي حصل 2.2 من 10 من الدخل التعنا ويشرد يفقد 300 ألف أسرة مورد رزقهم الأساسي ده باختصار هم قالوا هناك كمان انه مصر دولة لا تملك أي مورد مائي إلا نهر النيل بنسبة 97 أو 98% من احدياجاتنا المائية جاية من نهر النيل وقالوا ان مصر دولة أصلا صحراوية أنا معنديش غير واد النيل ودلتا النيل والباقي كله حوالي 6-7% والباقي كله صحراوي فبالتالي أي تأثير سلبي على مياه النيل ستؤدي إلى كارثة لمية مليون هم قالوا 110 مليون وكلامهم أدق مني لأنه عندي أكتر من 10 مليون غير مصر الموجودين في مصر عندي 2 مليون سوداني وعندي مليون سوري ومليون عراقي ومليون يامن عندي كل دول موجودين يامن قد ايه سوريا قد ايه العراق قد ايه ليبيا قد ايه السودان قد ايه جنوب السودان قد ايه دول 5-6 دول من 5-6 دول ناس يجيبهم 10 مليون موجودين في المجتمع المصر زائد 100 مليون مصر يبقى 110 مليون موجودين على الأرض مصر هيروحوا فين والكلام ده كلام منطقي وكلام واضع يعني الناس دي لو الجفاف لا قدر الله مش هيحصل الناس دي تروح فين يطلع على أوروبا بقى هاجر على أوروبا تبقى أوروبا هتعمل ايه فبالتالي الموضوع مش موضوع حزار ملف صد النهضة اكبر من ان يتخذ فيه قرارا متعنتا الشعب الاثيوبي او الادارة الاثيوبية الشعب الاثيوبي بالتأكيد ما عرفش الحقيقة ايه لكن بقول انه تعليق مفاوضات صد النهضة اكبر اكبر من ان يتخذه الجانب الاثيوبي منفرد مش عايز استخدم عبارات واوصاف يعني انا استمعت الى المقابلة التي اجرها وزير خارجية اثيوبيا مع الجزيرة وبالفعل كانت كانت مقابلة اصفها بانها خبيثة للغاية يعني بحاول ابحث عن الفاظ والله خبيثة للغاية وكان بها لؤم شديد للغاية في محاولة ايهام المستمع او المشاهد بان اثيوبيا يعني لا حول لها ولا قوة من ناحية وبان اثيوبيا يعني هي الدولة التي ترعى حقوق الاخرين وترعى حقوق الله وانهم يخاف شعب طالة كده نحن شعب متدين وشعب مؤمن بالله فلا يمكن ان نقوم باذاء الاخرين وعلى الشعب المصري ان هو يفهم ذلك يا سيد طيب من الذي ترك المفاوضات من الذي اضاع تسع سنوات من المفاوضات وخمس سنوات من المفاوضات من الذي يحاول عرقلة التوقيع النهائي على هذا الاطار مصري بتقول محتاجين نتعاون وزير الرأي وزير خارجية والدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي قبل كل هؤلاء تعدت على يجب ان نتعاون ونتكامل من اجل شعوبنا شعوب الدول الثلاث اثيوبيا ومصر والسودان قال الرئيس وقال الوزراء المعنيين والاعلام بيقول احنا مع الوصول الى حل عادل احنا لا نتعنت احنا بنقول حق عادل الحق العادل عندما نختلف بناءة بمحكم او بناءة بوسيط او بناءة بمراقب انتم لم توافقوا على الوصول الى مرحلة الوساطة وقلتم بان امريكا مجرد مراقب ليس لها من الامر شيء وطركت المفاوضات رغم موافقتكم على تسعين في المية مما يعني او اكتر من تسعين في المية مما تم الاتفاق عليه في واجونتون الا انه زهب الاثيوبيون بلا عودة بلا مبرر وفجأة يقودون حملة اعلامية ضخمة في الداخل الاثيوبي وانا لن اتعرض لما يقولون ولن ارد على ما يقولون هناك صحافة اثيوبية بتقوم بتحليلات خاطئة وهناك صحف اثيوبية ايضا ومواقع اثيوبية تقوم بتسخين الاجواء محاولة تفخيخ الاجواء لن نرد ايضا وهناك وانا بكلم بقول للسافر الاثيوبي يعني انا لن ازيع ولن اقول الصور الكاريكاتورية التي رسمتها بعض الصحف الاثيوبية للقيادة السياسية في مصر وللوزراء في مصر وللشعب المصري اعتقد انه حضراتك ادرى بهذا ويجب ان تتوقف هذه اللغة اذا كنا جدين حقا في محاولة التعايش لانه في النهاية يعني وزير خارجية اثيوبية بالامس بيتكلم بيقول انه في النهاية بيسألوا المزيع الخبيث بتاع الجزيرة بيقول له يعني هل يمكن ان تقوم حرب قال له لن تقوم حرب لانه احنا المفاوضات طير يا سيد المفاوضات احنا كنا قاعدين على مئلة المفاوضات وسبتوها ومشيتو يعني انا كيف اصدقك وهذه اصدر فأسك كما يقول مثل عربي يعني الاثيوبيين بيتكلم من ايام النجاش بيقول احنا اللقوينا المسلمين واحنا اللقوينا العرب والاسلام داخل افريقي عن طريق اثيوبيا يا سيد على راسي من فوق وكل ده تاريخ اثيوبيا على راسنا من فوق وحاضر اثيوبيا على راسنا من فوق ومستقبل الشعب الاثيوبي ومستقبل ابناء اثيوبيا والخروج من الفقر قلنا اننا مع التنمية في اثيوبيا لكن احنا عندنا مئة مليون لا يمكن انه انت عايز تعمل خروج من دائرة الفقر بتوليد كهرباء وانا معاك بالمناسبة عايزين كده معاك لكن بالطريقة التي لا تؤدي الى التأثير السلبي على مئة مليون مواطن موجودين في مصر او مئة وعشرة مليون موجودين في مصر الموضوع مش فتحة سدر انا بقول للجانب الاثيوبي عليكم بالتعقل وعليكم باعمال العقل الفرقعة الاعلامية لا تفيد محاولة تغيير وارباك المشهد وخلط الاوراق لن يفيد ايضا اقول للجانب الاثيوبي انه العقل العقل زينة اقول للجانب الاثيوبي انه مصر صاحبة حق تاريخي لننسى صاحبة حق قانوني طبقا للقانون الدولي صاحبة حق ثنائي لان فيه اتفاقية اطارية للتعاون والتفاهم موجودة وسبع موقع عليها يجب ان تلتزم بيها لا يمكن ملء السد النهض او البدء في الملء الا بموافقة دولتين المصاب او بموافقة دولة المصاب فبالتالي احنا اصحاب حق سواء من وجهة من الزاوية القانونية او الزاوية الاخلاقية او الزاوية التاريخية لا يمكن ان نقبل تصدير الامر على انه تعنت مصري او اعتداء مصري او انه نوع من الطمع المصري لا سمح الله او انه نوع من عدم فهم المصريين لمتطلبات وشواغل الاثيوبيين في التنمية نحن مع تنمية المية وخمسة مليون اثيوبي احنا معاهم والرئيس قال اكتر مرة وانا اقول اكتر مرة وانا رحت اثيوبيا وشفت هذا بشكل واضح لكن بنفس التوقيت كيف يمكن ان تبني على هدم لا يمكن لا يمكن ان يكون هناك تنمية او بناء في اثيوبيا وهناك اذى او ضرر يقع على اي مواطن في دول حوض النيل سواء في مصر او سودان هذا يعني للعلم الشديد انه والتحركات المصرية سواء تحركات الخارجية المصرية في سبع دول عربية وتحركات وزير خارجية في اوروبا سواء فرنسا او بروكسل كما اتحدث معي منذ قبل وزير خارجية او تحركات المخابرات العامة المصرية بشكل واضح ومعلن في سودان في الخرطوم وفي جوبا وفي دول اخرى احنا بنتحرك في كل المجالات ويعني الرئيس المخابرات اللي هو عباس كامل وصل الاسبوع اللي فات وانا قلت لكم الى الخرطوم واجرى اجتماعات مع اربع قيادات سودانية من رئيس مجلس سيادة ونائبه ورئيس الوزراء ومدير المخابرات ثم انتقل الى جوبا للقاء سلفكير لقاء نائبه ولقاء مدير المخابرات احنا احنا دولة بنبحث عن الحق ودولة بنبحث عن الوصول للحق بالتفاوض لانه لا اثيوبيا لديها القدرة على ان تعيش كدولة مزعجة في الاقليم ولا مصر ترغب لاثيوبيا ان تكون او تستمر دولة مزعجة للاقليم فبالتالي لا مناص ولا فائدة الا ان تجلس وتعود اثيوبيا الى رجدها مرة اخرى لانه قضية سد النهضة او قضية مياه النيل مش كلام اصددامش مش قضية ممكن يبقى فيها هاتوخد او قضية فيها جدل او قضية فيها رأيين هذه القضية قضية سد النهضة او قضية مياه النيل تحديدا بالنسبة للمصريين قضية غير قابلة للتفاوض على الحق المصري قضية غير قابلة للنقاش او الجدال او الحلول الوسطة قضية سريان وزريان مياه النيل منذ الاف السنين يجري لن يوقفه الاثيوبيين قولا واحدا الشعب المصري الادارة المصرية القيادة المصرية المجتمع المصري التاريخ المصري الحاضر الجغرافية احنا بكل هذه السبل بنتكلم انه لن نقبل المساس بحق من حقوق الدولة المصرية لانه مش حقنا دلوقتي ده حق التاريخ علينا وحق المستقبل علينا بقول انه على الادارة الاثيوبية ان تعود الى رشدها وان تتخلى عن هذا الصلف وهذا التعنت الذي لم يفيد الاثيوبيين لم يفيد الشعب الاثيوبي او الشعوب الاثيوبية واعتقد ان هذا الكلام واضح وهم عارفين هذا الكلام